كمان إيطاليا إيطاليا ممكن واخد قرار جريء مبارح وقرارة عزل ربع سكانها ربع سكانها في عزل يعني نقدر أقول لي عزل اختياري لكن في نفس الوقت محظور على أن الناس اللي قعدة في المنطقة دي يعني ونكلم على حوالي 62 مليون إضافة 11 برضو مقاطعة أهمها ميلانو اللي هي تعتبر تاني أكبر مدينة بعد روما دول موجودين دلوقتي نقول أكبر حجر صحي جماعي على مستوى العالم دلوقتي اللي موجود في إيطاليا إيطاليا بنتكلم دلوقتي عن عدد الضحايا هناك وصل لربعمائة حالة وفاة المصابين بنتكلم على 8000 حالة إصابة معظمهم للأسف وفقا لبيانات الجهات الصحية في إيطاليا مهددين بخاطر الموت قرار العزل لحوالي 16 مليون من السكان تم اتخاذه من قبل الحكومة الإيطالية إنبارح بالليل علشان المرض والفيروس ما يدخلش المقاطعات والمنطقة اللي تم الحظر فيها سموها بالمنطقة الحامرة يعني ما يخرجش منها ولا يدخل منها أي حد واللي هيخالف التعليمات دي هيبقى فيه يعني أنا بقول لحدكم يعني مسألة اه اختيارية اه لأنك برضو عايز تحافظ على صحة غيرك ومش عايز تنقل الفيروس لكن ده مش معناه إنك حر إنك تضر أي شخص آخر فبالتالي السلطات الإيطالية بتقول إن اللي هيخرق هذا الحظ هيدفع غرامة قيمتها 206 يورو السلطات كمان الإيطالية أمرت بإغلاق المتاحف المسارح صلاة السينما أماكن الترفيه الجامعي أي أماكن يعني فيها تجمعات بشرية كبيرة فيعني يبقى المسألة نقدر نسيطر على التجمعات دي علشان ما يحصلش انتقال لحالات إصابة